صحيفة المملكة الأولى على مشارف عامها المئة في التقريب التالي نستعرض محطات الصحافة في المملكة ونتساءل عن حرب التقليدية والحرب الاكتروني نهضة أدبية حديثة أسست الصحافة العربية منذ القرن التاسع عشر الميلادي كان نتاجها عدد من الصحف والمجلات السعودية التي أبرز تنوع مجالاتها الفكرية اهتمامات المجتمع في جوانب الأدب والسياسة والدين والاقتصاد والترفيه بانوراما تاريخية طرح فيها الأديب محمد القشعمي إجابات للتساؤلات عدة عبر مقالات ومؤلفات ارتبطت بالبدايات الصحفية في المملكة متتبعا فيها مسارها منذ صدور صحيفة أم القرى عام 1343 للهجرة مرورا بأكثر من 12 جريدة و11 مجلة سعودية حكبة زمنية مرت بها الصحافة تكمل فيها أم القرى العام القادم عامها المئة وتحولات تاريخية رسمت كصة الصحافة من المطبوعة وحتى الإلكترونية فهل ستظل الصحافة الورقية منافسا لنظرتها الإلكترونية أم أن الأخرى ستكون محطة ممتدة من تاريخ صحافة الورق وعن هذا الموضوع ينضم إلينا الأديب والمؤرخ الأستاذ محمد القشعمي أستاذ محمد مرحبا فيك وكل عام وأنت بخير أستاذ محمد أستاذنا الكريم في البداية أبغاك تكلمني عن بداية العمل الصحفي في المملكة حياك الله وكل عام وأنتم بخير وشكر لكم على إتاع الفرصة وشكر موصول للمشاهدين الكرام طبعا تاريخ الصحافة الآن كما قلت في العام القادم سيمر مئة سنة على تأسيس أول جريدة بلاد السعودي وقالوا في الامثال أو في الكلام الدارج أنه لا صحافة بلا مطابع المطابع عرفتها مكة المكرمة كأول منطقة في الجزيرة العربية إلى حد ما عام 1300 هجرية الموافقة 1883 ميلادية وطبعا استمرت تطبع الكتب الدينية ومناسك الحج وتأخرت سنة الجريدة الأولى اللي هي الحجاز إلى عام 1326 يعني تقريبا 1907 صدرت في جريدة الحجاز باللغتين العربية صفحتين واللغة التركية صفحتين أربع صفحتين تقريباً اشتمرت عشر سنوات يأثنها أو قبل نهاية الفترة العثمانية صدرت جريدة اسمها شمس الحقيقة بالعربية صفحتين وشمس حقيقة بالتركية ولد تستمر أكثر من سنتين تقريباً ونصف توقفت إنما الحجاز استمرت حتى نهاية الحرب العامية الأولى وحتى بداية تفكك الدولة العثمانية وتولي الدولة الهاشمية فانتقلت الحجاز إلى المدينة ميورة لوجود فخري باشا اللي هو الوالي التركي وحصار المدينة من الأشراف حتى سفر أهل المدينة إلى الشام وإلى تركيا بحملة اللي تسمى سفر برلك هذا بالنسبة للعادة التركي العادة الهاشمية تولوا الحكم في مكة وجدة عام 1336 واستمروا حتى 43 حتى دخل الملكة بالعزيز الحجاز واستمروا حتى تولى الملكة بالعزيز ودخل في يوم السابع من الشهر الجماد الأولى وصدرت مرقرة في اليوم الجمعة الخامس عشر من بعد سبوع بالضبط من دخولها إلى المكة صدرت مرقرة رئاسة يوسف ياسين أحد المسؤولين في الشعبة السياسية المرافقين للملك استمر خمس سنوات وكان يكتب في رحلة الملك والملكية من الرياضة تتبع رحلات الملك عبد العزيز بطريق البر وعلى الهجن لمدة 12 حلقة تقريبا ينشرها على التوالي وبعد خمس سنوات تولى رشدي ملحس رئيس التحرير أمر القرى وبعدها تولى محمد سعيد عبد العقسود خوجة ثم تولاها فيما بعد عبد القدس بنصاري حتى قامت الحرب العامية الأولى فتوقفت الصحف الأخرى اللي تتسانته لذكرها بعدين إنما أمر القرى كجريدة رسمية استمرت في الصدور حتى أيام الحرب رغم صوري حجمها إلى أربع صفحات وبحجم الكف تقريبا طبعا بعد سبع سنوات من صدورهم من القرى اللي هو في تقريبا بداية 1350 جرية رفع سبعة أشخاص من أبناء مكة من الودبة طلب والتماس من المملكة عبد العزيز بيستار جريدة هالية تنطق باسمهم وبالتالي ينشر بها الإبداعات الشبابية في الأدب الحديث في الشعر وفي النفر وفي القصة وغيرها فصدر طبعا من ضمنهم محمد شرور الصبان وعدلوها باشي وحازم محمد حزم الفقي ومجموعة من الله ومحمد حزم عواد وغيرهم ومعهم عبد العزيز الرشيد القادم من الكويت وهو من أبناء الزلفي مولوده والده بالزلفي والرحيل الكويت استدعاه الملكة عبد العزيز وأصبح موجودة في مكة لمدة 18 حتى بعثها الملكة العزيز للهند أو إلى جزر جاوة لطمئة الأهالي والحجاج والمسلمين لأن الأمن المستتب وأن الحج مفتوح الباب لكل مسلم فهناك صدر هذا الأمر السامي بإستار الجريدة صوت الحجاز كجريدة هالية وأعطى الموافقة على تولي انتيازها محمد صالح نصيف الذي سبق أن أستر بريد الحجاز وقته حزار جدة رغم أنه كان مناولا لملكة العزيز بس الملكة العزيز في فطنته ما ينسى الناس المخلصين لمن قبله فهو يضمن ولاهم ويضمن إخلاصهم لمن سيأتي بعدهم من المسؤولين أو من الولاد فلهذا استمر صوت الحجاز عشر سنوات حتى قامت الحرب العالمية الثانية متوقفت وجريدة المدينة في المدينة برضو توقفت بسبب الحرب العالمية الثانية ولكنها يقال أن صوت الحجاز هي الصوت الصحيح للأدب الخالص بينما صوت أمور قراء تهتم بالبيانات الرسمية وبأنباء المعارك وبالنصايح وبعض القصائد المديح والمناسباتية ساذ محمد عشان بس يعني ودي أستفيد منك بوجودك هنا احنا تكلمنا عن تكلمت قبل قليل أنت عن تاريخ الصحافة بدايتها وبعض التاريخ حتى مو كله بس عشان وقتنا مستقبل الصحافة ساذ محمد البعض الآن يتخوف من أن الصحافة الورقية سوف تنتهي بحكم أن هناك العديد من الصحف تم إيقافها سواء عالمية أو حتى عندنا هنا فأنا أبغى رأيك أنت بما أنك إنسان مؤرخ وعارف الصحافة من بدايتها حتى الآن كيف تشوف مستقبل الصحافة الورقية أنا أتصور جيلي والجيل اللاحق لن يفقد الصحافة الورقية مهما كذرت المسائل الموضة التواصل الحديث أصبح الآن أغلب الناس انقطاع الإعلانات والأشياء المثيرة تسل بالتو والساعة يعني أعطول في المسائل الموضة التواصل سواء بالتلفزيون أو الراديو أو الوسائل التصالح الحديثة الأخرى الممثلة ولكن الصحافة الورقية ستظل فترة من الزمن ولن تنقرض هي فرصة لنا الآن نسبة مرور مئة سنة أن نحيي هذه الذكرة ونحتفل بها احتفال رسمي صحيح أن الرياض احتفلت قبل ثلاثة سابع بمرور خمسة وخمسة سنة على صدورها وعكاذ اليوم وأمس الخميس احتفلوا بناسبة مرور ستين سنة على صدورها ولكن هذا ما يعفيها نبي احتفال رسمي على مستوى أقسام كل الإعلام في الجامعات والأنديال أدبية ومؤسسات صحفية ووزارة الإعلام هي المسؤولة عن احتفال هذا مرور مئة سنة هي المصدر التاريخي مهم للراصدين والمدارسين والباحثين قد يجدون مادة يكتبون عن تاريخ المملكة المراحل التطور الثقافي وعمل التنوير يعني 43 سنة تقريبا قام بها رواد تنوير اللي هم في صحافة الأفراد رغم المكانة الضعيفة ومع ذلك قدموا أشياء كثيرة صحيح عابد خزندار يقول أن صحافة الأفراد هي صحافة الرأي وصحافة المؤسسات لصحافة الخبر ولكنها في لماحات مهمة للمتبع التاريخ أحياناً ما نجد تتبع تاريخي مهم إلا الصحافة هي المسؤولة المهم للراصد والمورخ للمراحل التطور المملكة وتقدمها ونطمح إن شاء الله أن نرى أشياء مثمرة وأشياء جيدة ليستفيد منها الباحثين في الجامعات وغير الجامعات إنما هناك صحاف لك أنت قلت أستاذ محمد أن الصحافة الورقية مهمة لنرصد التاريخ أنا أتفق معك لكن أتكلم عن المستقبل أستاذ محمد حتى كتاب حتى كتاب بعض كتاب الصحافة الورقية بدأ يقل اهتمامه بالصحافة الورقية بأنه عنده موقع الآن عنده على تويتر وغيره يبدأ رأى اهتمام الناس عن طريق موقعه وصار أفضل عنده من الصحافة الورقية أنا أبغى رأيك أنت هل تجد أنه الصحافة الورقية سحب البصات من تحتها أنا قلتك من جيلي لا يؤمن بهذا الشيء ولكن وسائل البدائي الكثيرة الآن أصبحت تعددة ولهذا هناك من يكتد كاسا للذهاب للبكتبة أو للبقالة حسينة للجريدة يجدها موجودة حل الموقع ولكن بعض الكبار السن مثلي ما يتابعون الأشياء الحديثة ويكتفون أو يتمتعون من رؤية الورق المكتبة الآن أنا ما أتعمل بالورقية بصراحة سواء كتبا أو جرائد ومجلات ولكن حيانا يجيلي مقالات قد لا ترفر وجود البدائي الورقية فإذا أترقاها رغم أني ما أحس بلدة الورق اللي بصراحة أفتش بيدي وبالنصاذ عشان أرتاح الورق وأتمتع هذا شيء بصراحة أنا أعيشه لكن الجيل القادم غير الجيل القادم أنا أتفق معك ممكننا عشان نجيل واحد أنا وأنت لا 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 يعني قريب على أقل لأنه نتمتع صراحة بفتحة الجرائد والكتب حتى السادة والمؤرخ السادة محمد القشعمي شكرا جزيلا كان ودنا نقعد أكثر لأن أنت موسوع حقيقة في الصحافة وبحاجة الأشخاص مثلك طلعوا في عمرك شكرا جزيلا لك